موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباء التلاميذ ورحبكم مجددا في درس جديد من دروس اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي معكم أستاذ نادية رفعت مركز تلمية الإبداع الدولي في العراق أحباء الحلوين درس اليوم قصة جميلة ممتعة تحمل عنوان افتح يا سمسم تحكي القصة عن شخصية تدعى علي بابا وكيف سيضرب لنا علي بابا في القصة مثلا للشجاعة والأمانة فهي بنا نقرأ الدرس سوية ونتعرف على تفاصيله الشيقة افتح يا سمسم كان في قديم الزمان رجل اسمه علي بابا ركب علي بابا حماره وذهب إلى الغابة ليجمع الحطبة رأى علي بابا من بعيد أربعين رجلا يقفون أمام مغارة يتحدثون عن أموال مسروقة سمع أحدهم يصيح افتح يا سمسم انفتح باب المغارة ودخل الرجال المغارة ثم خرجوا منها بعد قليل فصاح رجل اغلق يا سمسم فانغلق باب المغارة انتظر علي بابا حتى ابتعد الرجال ثم تقدم من المغارة وصاح افتح يا سمسم فانفتح الباب ودخل علي بابا المغارة فوجد أكياس فيها ذهب وفضة وعرف أن الرجال الذين رآهم لصوص فخرج من المغارة وصاح اغلق يا سمسم فانغلق باب المغارة أسرع علي بابا إلى المدينة فأخبر حاكم المدينة عن اللصوص أرسل حاكم المدينة جنوده إلى المغارة وقف علي بابا مع الجنود أمام المغارة وصاح افتح يا سمسم فانفتح الباب ودخل الجنود وقبضوا على اللصوص ثم حملوا أكياس الذهب والفضة وعادوا بها إلى حاكم المدينة فرح حاكم المدينة وقال هذه أموال مسروقة نعيدها إلى أصحابها أنت شجاع وأمين يا علي بابا ثم شكره حاكم المدينة على شجاعته وأمانته عاش علي بابا مسرورا وعاش الناس مسرورين آمنين أما الآن أحبائي الحلوين أترككم في مشاهدة ممتعة لتفاصيل القصة علي بابا والأربعون حرامي كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان أخوان قاسم وعلي بابا أما قاسم فقد تزوج امرأة غنية وكان يعمل بالتجارة ويربح المال الوفير وأما علي بابا فكان يعمل حطابا يقطع الأخشاب من الغابة ويبيعها وكان يعيش مع زوجته حياة بسيطة وبالرغم من غنى قاسم لم يكن يمد يد العون لأخيه علي بابا ولا يساعده في شيء يجعله أحسن حالا ولم تكن زوجته أفضل منه فكانت تترفع عن زيارة زوجة علي بابا وتطمع بالمزيد من المال والثراء وفي ذات يوم ذهب علي بابا إلى الغابة ليقطع الأخشاب ويبيعها كالعادة ولكن لفت انتباهه وجود رجال كثير يمططون الأحصن مسرعين في الغابة فراقبهم حتى وصلوا إلى كهف في سفح الجبل فسمع أحدهم يقول بصوت مرتفع افتح يا سمسم فانزاحت صخرة كبيرة تسد بابا الكهف وكان علي بابا يختبئ وراء شجرة كبيرة فراح يعدهم وهم يدخلون الكهف فوجدهم أربعين رجلا وغابوا داخل الكهف قليلا ثم خرجوا محملين بأكياس كبيرة وصاح أحدهم أغلق يا سمسم فعادت الصخرة وأغلقت بابا الكهف ثم غادر الرجال الغابة بقي علي بابا مندهشا مما رأى وحدثته نفسه أن يبحث عن سر الكهف والأكياس التي خرجت وبالرغم من خوفه بادئ الأمر لكن حب المغامرة جعله يقترب من الكهف ويصيح افتح يا سمسم وذهل علي بابا عندما انزاحت الصخرة وفتح باب الكهف ولكنه لم يضع الوقت وأسرع بالدخول وهاله ما شاهد من الذهب والمجوهرات والأشياء النفيسة وعلم أن هؤلاء الرجال كانوا لصوصا يخبئون ما يسرقون في الكهف ثم يقتسمونه بينهم فحمل كيسا كبيرا من الجواهر والكنوز الثمينة على حماره ثم قال بصوته العالي أغلق يا سمسم وعاد فرحا وهو يظن أن ذلك سيفرح زوجته الصابرة وعندما وصل إلى البيت ورأت سوجتهما أحضر علي بابا معه سألته بلهفة هل سرقت يا علي بابا فأقسم لها أنه لم يفعل ذلك ثم حكى لها القصة فقالت هذا المال ليس من حقنا وعلينا أن نعرف أصحابه ونعيده إليهم وحتى ذلك الحين يجب أن نحفر حفرة كي نخفيه فيها ثم ذهب علي بابا إلى بيت أخيه ليستعير أدوات الحفر فأعطاه ما طلب ولكن طلبه أثار فضول قاسم فلحق به بهدوء ورآه وهو يدفن الكيس فأتى إليه وسأله عما يفعل وألح عليه بالسؤال وهدده إن لم يقل له من أين أتى بالمال فإنه سيخبر القاضي بأنه سارخ فاضطر علي بابا لإخباره بكل شيء فطلب قاسم منه أن يدله على الكه وتظاهر بأنه سيساعده على اقتفاء أثر اللصوص وفي اليوم التالي قام علي بابا بمراقبة اللصوص بحذر فتبعهم حتى عرف أنهم يسرقون من المملكة المجاورة ولكن قاسم كان يدبر أمرا آخر فقد أخذ عدة أحصمة وذهب إلى الكهف وصاحب أعلى صوته افتح يا سمسم وعندما دخل الكهف فرح فرحا شديدا ومن شدة انبهاره نسي نفسه داخل الكهف وهو يجمع كل ما يستطيع جمعه ويكدسه في الأكياس وفجأة سمع صوت النصوص وهم يدخلون الكهف لكن الرجال عثروا عليه فأسروه وذهبوا به إلى قائدهم ليحكم عليه لقد كانت زوجته تنتظره في البيت وتنتظر الأموال والمجوهرات لكنه لم يعد وطال غيابه فذهبت إلى بيت أخيه علي بابا وأخبرته بما حدث فحزن على أخيه كثيرا وذهب إلى الكهف ودخله لعله يجده هناك لكنه وجد عمامته فقط وقد وقعت منه وهم يأسرونه فعرف أنه صار بين أيدي اللصوص فذهب مسرعا إلى المملكة المجاورة فطلب مقابلة الملك ثم حدثه بكل ما جرى فسر الملك بأمانة علي بابا وأرسل جنوده فطوقوا مكان الكهف في الغابة واستطاعوا أن يقبضوا على اللصوص ثم استطاعوا معرفة مكان قاسم فحرروه من الأسر واقتيد اللصوص إلى الملك لينالوا عقابهم العادل ثم أمر الملك بإعادة الأموال إلى أصحابها ونظرا لشجاعة وأمانة علي بابا فقد عينه وزيرا عنده وأعطاه قصرا فاخرا ليعيش به هو وزوجته الأمينة الطيبة وكان ذلك جزاء لصبرها وأما قاسم فقد علم أن الطمع نهايته سيئة وأن الأخوة لا تبدل بالمال أو الكنوز وهكذا انتهت القصة حبايب الحلوين أما الفائدة اللغوية لهذا اليوم فسنتعلم الأفداد فماذا نقصد بالأفداد؟ أي ماذا تعني الأفداد في اللغة العربية؟ الأفداد أحبائي هي الكلمات التي تعطي معنيين متعاكسين الكلمات التي تعطي معنيين متعاكسين بمعنى آخر يعني كل كلمة تكون لها كلمة تعاكسها ماذا؟ في المعنى يعني الكلمة وعاكسها الكلمة وضدها لاحظة الأمثلة الآتية طويل قصير أكسل طويل ماذا؟ قصير سجاع جبان تقيل خفيف بعيد قريب أمام خلف دخل خرج وبهذا أعزائي التلاميذ نكون قد توصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم أرجو منكم قراءة الدرس قراءة جيدة وكتابته في الدفتر إلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر